رمضان المعظم هو شهر الصيام والقيام وتلاوت القرآن شهر العتق والرحمة والغفران شهر الصدقات والإحسان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتضعف فيه الحسنات شهر تجاب فيه جميع الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات لنحكي أكثر عن فضائل هذا الشهر الكريم أكيد بيسعدنا نرحب بأولى مساحاتنا الصباحية لليوم مع فضيلة الشيخ عامر حوارني مدير مجمع الإحسان الإسلامي رمضان كريم يسعد صباحك رمضان كريم عليكم يسعد صباحكم صباح السادة المشاهدين إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ورمضان إن شاء الله فرج وخير وإن شاء الله نصر قريب بإذن الله لبلدنا ولأمتنا إن شاء الله إن شاء الله رمضان كريم عليكم عائلتك يا شيخنا يعني بالبداية رمضان شوي اقتصاديا صعب عم يطل علينا اليوم خلينا نحكي أكثر روحانية عن شهر الخير قديش اليوم لأمتنا صعبة إننا توصل ونحن السوريين وخاصة بدمشق متعودين على مد السفار متعودين على مساعدة الغير أيضا ولكن خلينا نحكي السنة هيك جاي شوي صعب نحكي عن هالشهر كيف فينا هيك نعود شي بشي ونخفف من حدية وجع المدع الاقتصادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر المبارك شهر الخيرات وشهر العطاءات لأمتنا جميعا ولبلدنا الحبيب مثل ما تفضلتي هذا الشهر فعلا يعني جاء في أوج الشدة وأوج هذا الحصار وهذا التضخم اللي عم نشوفه لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الشهر فيه البركة والحقيقة إحنا عشنا في سنوات ماضية بثقافة رائعة جدا وهذه الثقافة عم تتلاشى شوي شوي مع أنه إحنا أحواج ما نكون إلها في هذا الزمن لما كانوا يبعثونا وإحنا صغار نبعث صحا لخالتك أم فلان وجارنا أبو فلان وجارتنا فلانة وأرى يبيننا يعني بعد كم بيت كمان هل الثقافة هي حقيقة إحنا هلأ أحواج ما نكون إلها في هذا الشهر كان يجتمع فعلا على الصفرة ألوان من الطعام لكن يعني ست البيت عاملة هي صنف واحد بجوز أو صنفين يعني إذا كتير يعني الحالة مرتاحة البقاية منين لأنه هن نجوا عند الجيران مثل ما إحنا بعثنا لهم إحنا بعثنا لهم يبرأ هن نبعثونا ملوخية إحنا بعثنا لهم مثلا كذا هن نرجعونا فكانت تتلون الصفرة وما في يعني أسرة كانت ببلادنا قديما إلا وفي عندها سكبتين ثلاثة على صفرتها طب هذا معنى رمضان الحقيقي لأنه رمضان شهر الإيثار ورمضان شهر البركة النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أظلكم شهر كريم شهر يغشاكم الله فيه أي يحفكم به بعنايته فيه البركة هذا رمضان فيه البركة أولا لأنه إحنا ما عدنا أكل مثل قبل فبيكون كمية الطعام التي نياها أقلب كتير من اللي يمناكلها بيه طول اليوم ثانيا العلاقة هي اللطيفة بين الناس والتي هي إلى أصل شرعي يعني ليس هذا مجرد يعني عادات وتقاليد بس مورسات شعبية لا هي من أساس حياتنا الإيمانية النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لسيدنا أبو ذر الغفار وهو من الصحابة إذا طبخت لحما فأكثر مرقه يعني ولو زبديت مرأة بعاتل عن جيرانك وتعاهد أهل بيت من جيرانك الأقربين يقول عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة يا عائشة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات يعني لو إجاها عضمة مع شوية مرأة عليها يعني شي بسيط هذا من أفضل ما يهدى من الجار إلى الجار فما تقولي شو بعثت لنا جارتنا ليك 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 شو ساكبت لنا يعني شو ما عليها ما بتستحي هذا الكلام مرفوض تماما فمسألة التساكب اللي احنا منسميها بالعامية هي من أساس سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتواصل الناس فيما بينهم وأن يتعاهدوا بعضهم نيجي للحالة إذا كانت أفضل ما يعني يفعله الخيرون حقيقة وهذا منشوفه برمضان ومنلمسه كتير من خلال يعني تعاون المجتمع الأهلي فيما بينه من خلال السلة الغذائية اللي عم نوزحها بس أنا إلي تعقيب يعني بتمنى هيك يصل أنه نحن نشوف حاجة الفقراء نشوف حاجة الناس اللي بيحاجة هنين يعني أحيانا نحن نوجه تفكيرنا لشيء معين يعني مثلا السلة الغذائية فيها رز وبرغل وعداس طيب هذا عطاء عداس للفقير وهذا عطاء عداس للفقير وهذا عطاء عداس طيب هو بجوز بحاجة شي تاني فلحنا نفكر بحاجات مجتمعة رمضان بحاجة تياب بحاجة طعام بجوز بحاجة الدواء هو إنسان مريض بحاجة الدواء يعني بجوز يأخذ العدسات يبيعه مشان يشتري على البيت الدواء فلحنا يكون عندنا تصور أشمل لهالحاجات هاي منلاقي فعلا أنه رمضان فيه تكافل حقيقي صح موجود هذا بكل أيام السنة لكن صيامنا بيخلينا نحن نشعر قدش الناس معناتها جوعانة وما عندها أكل لما عم نصومها الخمسة عشر ساعة تقريبا من الفجر إلى الغروب يعني قدش هذا يعني حالة في ناس فعلا ما عم تقدر تأكل في ناس يا دوب عم تأمن الخبزات في ناس أنا سمعت عن أسرة عم يأكلوا الزعتر بالمي ما في عندهم زيت غالي أول شيء مفقود بعضي عم يأكلوا الزعتر بالمي طيب قدش نحن بنعمة قدش نحن بفضل فالامتناع عن الطعام والشراب ونحن رمضان السنة ولله الحمد بترافق مع صيام إخواننا كمانة يعني المسيحية نعم وحيكون في عيد الفصوح وحيكون في عيد الجلاء فهذا رمضان لما امتنعنا نحن عن الطعام والشراب هو أكبر دافع ليحسسنا بيعني حاجات الآخرين ما هو الصيام مشان أنا أجي على وقت الإفطار قدش مصمت بقى أنواع من أكلات وحلويات وفواكي كلهم بدي يهجم عليهم وكأنه في تار بيناتنا وبين الصحون لا لا مو هيك هو حلو أنه يكون في تشكيلة لأنه بتزين صفرة رمضان هالتشكيلة هي لكن الأجمل أنه يعطيني رمضان هذا المعنى الإيماني اللي أمرنا فيه شرعنا الحنيف اللي أمرنا فيه إسلامنا واللي أمرت فيه الشرائع لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فالصيام مو بس مخصوص بالمسلمين كل الأمم أمرت بالصيام وكل الأنبياء جاءوا بالصيام السيدة مريم عليها السلام لما حملت بسيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام قالت إني نذرت للرحمن صومه فلن أكلم اليوم إنسية إذن كان هناك صيام وكان هناك هذه الشعيرة العظيمة مغزى هذه الشعيرة أن نكون من المتقين لذلك ربنا لما ذكر آية الصيام ذكر معنى التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبيّن ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الصيام مدرسة قصيرة شو نسميه نحن دورة تدريبية كتير مدتها محدودة أياما معدودات أياما معدودات فسريعا رمضان يمضي كنا عم نفكر جم سبت أحد يطلع رمضان سبت أحد سبت طلع السبت بدأ اليوم ما من لا إلا غربة الشمس حان الإفطار وهكذا يوم بعد يوم بيمضى رمضان نعم كما ذكرت حضرتك لشهر رمضان الكريم فضائل وخصائص كثيرة خصة بهذا الشهر الكريم وهناك أيضا فترات معينة في معاني معينة مثل فترة السحور وصلاة التراويح خلينا نحكي عن هذول النقطين هلأ لحنا يعني إذا سمحتيني ننسم وقت رمضان عنا وقت السحور وعنا وقت الإفطار وعنا وقت ما بعد الإفطار نحكي على السحور النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نترك هذا المعنى العظيم وهذا الوقت المبارك فقال تسحروا فإن في السحور بركة السحور يشمل الوقت وقت السحور ويشمل الطعام اللي حنتناوله له هو طعام السحور فوقت السحور وقت مبارك وقت يتجلى الله فيه على عباده وقت ينظر الله تعالى إلى تلك الحالة من الإخلاص التي لا رياء فيها ولا نظر فيها ببائي أوقات النهار الصلاة والعبادة والقرآن في مين عم يشوف فما شاء الله شو هالصلاة هاي ما شاء الله كثير عندك خشوع كثير مروحا بصلاتك ما شاء الله شو هالقراءة للقرآن شو هالصوت الحنو فترة السحر هي فترة غياب الإنسان عن عيون الآخرين فما في رقيب غير رب العالمين فلما بيقوم بيصلي مثلا ركعتين لله في وقت السحر لهن صلاة قيام الليل أو صلاة التهجد لما بيقرأ القرآن في الليل ما حدا شايفه ما في حدا عم يقيم له هالعبادة عم يثني على هالعبادة غير رب العالمين فهذا وقت مبارك جدا وأمرنا النبي في غير رمضان أن نلتمس فيه الدعاء فكيف برمضان والنبي حث تسحروا فإن في السحور بركة حتى أمرنا النبي أنه ما نترك السحور كطعام ولو على شربة ماء أنه ولو تقوم تشرب بس شوية مي ما تترك السحور لأنه النهار طويل والصيام يحتاج إلى قوت حتى تؤول الجسد فلابد أنه الواحد يأخذ ولو شيء من غذاء فطعام السحور فيه بركة ووقت السحور فيه بركة ننتقل إحنا ليوم رمضان اللي بيكون خاتمته وقت الفطر يقول عليه الصلاة والسلام للصائم دعوة مستجابة وجاء عنا حديثين بالسنة المطهرة شوفوا الحديثين ما أحلاهن الحديث الأول يقول للصائم دعوة مستجابة حتى فطره والحديث الآخر للصائم دعوة مستجابة حين فطره بين حتى وحين في فرق كتير كبير حتى فطره أي من الفجر إلى الغروب في دعوة مستجابة لا تضيع ولا لحظة بنهار رمضان خليك كل نهار رمضان عم تطلب من ربنا وتدعي ربنا بحاجاتك الدنيوية والأخروية طيب للصائم دعوة مستجابة حين فطره أي وقت الإفطار يعني لما بنعود على الأكل عم نستنى المؤذن يضرب المدفع ويأذن المؤذن هون في دعوة مستجابة لا تغفل ما ننشغل بالمطبخ ما ننشغل وين السوسات وين الشراب أمر الدين لا لا هلأ أنت يركز في دعوة مستجابة الآن أبل ما ينتهي اليوم وتروح عليك هاي المنحة من الله سبحانه وتعالى فإذا أفطرنا صلينا المغرب ثم جاء وقت العشاء في عنا اجتماع عظيم جدا في المساجد للصغار للكبار للنساء حتى لهو صلاة التراويح وصلاة التراويح اسم صلاة التراويح لأننا نراوح فيها بين الفريضة والنافلة نراوح فيها بين ما كان قبل رمضان وما جاء في رمضان من هذه العبادة صلاة التراويح اسمها صلاة قيام رمضان خاصة بهالشهر من جملة عبادات وطقوس وشعائر رمضان هي صلاة التراويح فالتراويح لا منصليها قبل رمضان ولا منصليها بعد رمضان مبارح لما أثبتوا المجلس العلمي الفقه في وزارة الأوقاف أنه دخل شهر رمضان كانت أول ليلة فصلينا مبارح تراويح طيب نجي لختام الشهر الفضيل بيقولوننا بكرة العيد خلاص ما عدنا نصلي تراويح فهي عبادة مخصوصة في شهر رمضان المبارك ما ممكن لا قبل ولا بعد إذن هذا المعيار المؤمن بيغتنمو بيجتمع فيه بالمسجد المشوار الأزراف الطلعة الحلوة هي نروح على المسجد نصلي التراويح نجتمع بأحبابنا نأديها العبادة بعد صلاة العشاء تأخذ لساعة ساعة ونصف بعدين نكون أدينا ما أمرنا الله تعالى ونسأله ونسأله أن يثيبنا على هذه العبادات التي أديناها هيك بيكون انتهى اليوم تبع الصيام من الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء بعدين الإنسان بده يزور حدا بده يبارك لحده بالشهر ونحنا كان يعني العادات الجميلة هاي بمجتمعنا وبيلادنا أنه نحنا عنا روحة مباركة بشهر رمضان روح منبارك لبعضنا بالصيام مباركة عليكم شهر الصيام مباركة عليكم رمضان الله يتقبل الطاعات فهي في زيارة خصوصي كانت موجودة المسافات بعدين ممكن برسالة ممكن باتصال هلأ الحمد لله منشوف صوت صورة بعضنا لو كنا بعض مبارك لبعضنا بهذا الشهر لأنه فعلا هذا شهر مبارك شهر كريم وربنا سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني ما الله أمرنا بالصيام كمسلمين كمسيحيين كأي يعني شريعة من الشرائع لحتى يعسر علينا أو يشدد علينا لا لأن الصيام في منافع كتير عظيمة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة تماما شيخنا خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة وهي صيام أطفالنا يعني في جيل جديد لازم يتعود على عاداتنا على تقاليدنا على صيامنا على الشهر المبارك كيف منعيشه بتقوسه كاملة خلينا نحكي كيف منعلم أولادنا بأي عمر لازم نبلش هيك نوعيا ممكن في ساعات قليلة نبلش بأعمار صغيرة وبعدين شوي شوي منكترلون أنا بدي تشكرك على هذا السؤال لأنه سؤال فعلا بعض الناس ما بينتبهونه إلي لا يجي رمضان هلأ كتير ظريف نحن نحكي لهم لأبنائنا نحكي لهم لهالشباب الصغار عن قيمة رمضان البهض بصراحة بتأفف من الصيام يي جاي رمضان يي هلأ أنا بدي تقوم فيا لطيف خمسة عشر ساعة السنة للصيام يعني بيهول الحالة عواد ما تكون هي حالة لطيفة وحالة روحية وفرح باستخبار رمضان بيشعر هو بيكرب وكذا فهذا كيف يتأثر طيب بينتقل للأطفال هذا الشهر إذا الكبار هكي عم يقولوا إحنا كيف ننصوم أول شي إن أرجيهم أدش حلو رمضان وأدش رمضان في خير وأدش رمضان ظريف وفي عيدية بكرة وفي عيد وفي فرح وفي تياب جديدة طيب إحنا لما منشوف كيف بدنا نتعامل مع هذا الشب الصغير يعني أنا بتذكر لما هيك بنتي بلشت توعة صار عمرها هيك سبع ثمين سنين إجت أختي تمام جابت زينة حطت بالغرفة يعني شغلات بسيطة كتير شو عم تساوي عمي أتلال إحنا عم نزين لأنه جاي رمضان فهي حبة رمضان قبل ما تشوف شو يعني رمضان بعدين العادة الموروثة بمجتمعنا وهي رائعة جدا اللي منسميها درجات المادنة اليوم حبيبي يصوم للظهر بسيأدين الظهر بتاكل من اليوم نصوم للعصر بعد يومين ثلاثة مثلا الصيام كفرض لا يفرض على الإنسان إلا بسن البلوغ يعني تقريبا بالأربطاش خمسة عشر سنة كفريضة ويسأل عنها أمام الله أما قبل سن التكليف لهو سن البلوغ هو ليس مكلف بالصيام بس لحنا بدنا نعوده اللي بيسموها الرياضة الروحية وهذا من أساليب التعليم الحديثة أنه نحن نعلمه بالوسائل مو بس اعمل ولا تعمل وعود ولا تلعب ولا تعزب ولا كذا لا تعليم بالحال يشوفني صايم فبيصوم معي طيب أدش لازم ما أثقل عليه ما يكون فيه مشقة على هذا الطفل ما بيتحمل صحيح نحن بلش يعني الحرارة ترتفع مع بداية رمضان يعني كنا فرحانين بالبردات كان برد كتير فجأة أرجوه ألم على الصيف يعني بس يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يتحمل أصلا رمضان سمي رمضان من الرمضاء قال لأنه يرمض الذنوب فيحرقها ولا يبقي منها شيء يقبل الإنسان هيك على الله سبحانه وتعالى من صيامه من قيامه من عبادته وكأنه قد ولد من جديد فعلائتنا مع أبنائنا أنه نحن نأرجيهم أديش حلو رمضان بعدين أديش حلو أنه نعملهم مثلا كل يوم شغلة معينة هدية معينة هاي بسكوتة اليوم لا هاي عصير اليوم حتى نعلمون نشيل من صحنا نحط صغلات طفل جوعان تمام هلأ اليوم هاي الأكلة لأنه فلان صام طيب أنت شو حتعمل نحن حنبعث لابن جيران لأنه اليتيم لأنه فقير لأنه ما عنده أم تساوي له أكل ما عنده أب يجب له يعني الشغلات اللي بده إياها فمنعيش الطفل بهالحالة اللي هو بيستمتع فيها برمضان وبيصير بينطر رمضان مثل ما بينطر العيد نعم كما بيقولوا للحديثة بقية ولكن الوقت الأسفة خلص بدنا نشكرك كتير لوجودك معنا وبدنا نتمنى أكيد صيام مقبول لكل الناس وأكيد نأخذ من شهر الرحمة والبركة كل فوائده وكل الرحمة الموجودة فيه شكرا كتير لكم وأنتم بخير ورمضان مبارك على الجميع